بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء أنا جاي لكم مباشرة من الجلسة الافتحية من مؤتمر وزارة الأوقاف اللي بيقيمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمؤتمر السنة دي اختار موضوع مهم جدا 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 هو دور المرأة في بناء الوعي وده شيء في غاية الأهمية جدا 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 وهذا المؤتمر من المنتظر أنه يسهم بقدر كبير جدا 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 في دور المؤسسات الدينية في مصر في بناء الوعي اللي هو في الحقيقة هو واجب الوقت في هذا الوقت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن هذا المؤتمر أن يكون مؤتمر ناجحا وإن شاء الله يحقق كل ما نصبه إليه من المساهمة بشكل كبير جدا 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 في دفع عجلة الانتاج ومش بس والحفاظ على الوعي في مجتمعنا اللي احنا كلنا بنتمنى أنه يرتفع وعشان ارتفاع الوعي هتيجي حلقة النهاردة هتيجي حلقة النهاردة وإحنا بنتكلم عن وعينا بمشاكلنا ترجمة نانسي قنقر